مثال 2 المعطيات عندي معلومات عن البيجينيج انفنتوري اللي هو مغزون أول المدة والإيندينج انفنتوري مغزون آخر المدة ودورن يير أثناء السنة المعلومات اللي هتحدث أثناء السنة عندي أول معلومة معطا الورك ان بروسس وورك ان بروسس معناه مغزون تحت التشغيل فيه بيغزون تحت التشغيل بتكون من الدايركت كاست 30 ألف بيجينيج و60 ألف إيندينج الـ variable indirect cost 20 ألف بيجينيج 40 ألف إيندينج الـ fixed indirect cost 50 ألف بيجينيج و50 ألف إيندينج الـ finished goods اللي هو مغزون إنتاج تام الـ direct cost كانت في الـ beginning 100 ألف والإيندينج 150 ألف الـ variable indirect cost كانت 50 ألف في الـ beginning 100 ألف إيندينج الـ fixed indirect cost 100 ألف بيجينيج 150 ألف في الـ ending during year أثناء السنة الـ direct material cost 150 ألف الـ direct labor cost 250 ألف الـ manufacturing overhead cost 60% 60% معنى 60% variable معنى أن المكمل سيكون 40% fixed لسابته كانت 500 ألف required المطلوب preparing manufacturing cost system اللي هي قائمة التكاليف الصناعية قائمة التكاليف الصناعية وpreparing يعني أعداد بنعايز منك أعداد قائمة التكاليف سنة بايع عن طريق أو الـ full observation costing و variable costing مرة بالنظرية الكلية ومرة بالنظرية المتغيرة الحل الـ manufacturing cost system by full observation costing شكل قائمة التكاليف ببدأ بـ direct manufacturing cost تكاليف الصناعية مباشرة عندي الـ direct material كانت معطى بـ 150 ألف الـ direct labor معطى بـ 250 ألف مجموحهم prime cost 400 ألف المنفاكترينج overheat cost اللي هي تكاليف الصناعية غير المباشرة أو الإضافية 500 ألف يبقى المجموعة total manufacturing cost during year كانت 900 ألف أضيف الـ beginning work in process بجمع call في النظرية كلية الـ full observation costing بجمع 30 ألف والـ 20 ألف والـ 50 ألف يبقى كلهم 100 ألف أنا أقص برضو بجمع بالنظرية كلية 100 ألف زائد 50 ألف زائد 200 ألف يبقى 250 ألف أطرح ending finished goods اللي هي 150 زائد 100 زائد 150 يبقى 400 ألف أصف الأرقام يطلع cost of goods sold تكلفة البضاعة المباعة 700 ألف طيب قيمة التكاليف في النظرية المطيرة manufacturing cost system by variable costing شكل القيمة أبدأ بالdirect manufacturing cost كان عندي direct material 150 ألف direct labor 250 ألف يبقى المجموع prime cost 400 ألف أضيف variable manufacturing overhead cost هي كانت total كانت 50 500 ألف أضربها في نسبة التغير 60% تطلع 300 ألف أجمع 400 ألف و300 ألف يطلع المجموع 700 ألف total manufacturing cost during the year أثناء الفترة أضيف beginning work in process سيأخذ 30 ألف و20 ألف فقط المباشرة وغير المباشرة متغيرة وأترك fixed السابتة بالمجموع هنا 50 ألف أطرح ending work in process اللي 60 وال40 يبقى 100 ألف أصف الأرقام يطلع الرقم cost of finished goods during the year 65 650 ألف أضيف beginning finished goods 100 ألف زائد 50 ألف تطلع 150 ألف وأطرح ending finished goods بأخذ فقط 150 ألف والمئة ألف تطلع 250 ألف صف الأرقام يطلع cost of goods sold 550 وبكده تنتهي الوحدة الأولى شكرا للمشاهدة